بتهديد السلاح وبسندات ملكية مزورة تسعى ميليشيات تابعة للأحزاب إلى تهجير سكان منطقة سكة عون في قضاء أبل خصيب في محافظة البصرة جنوبي العراق أساليب تراوحت ما بين تهديم المنازل وترويع السكان في جوف الليل تستخدمها الميليشيات لتهجير من سكنوا هذه المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي وبأوراق رسمية حيث أكد عدد منهم أن مجامعة مسلحة تأتي بين فترة وأخرى إلى المنطقة وتطالب سكانها بمغادرة منازلهم ومن يرفض المغادرة فالعنف هو البديل تروح للدوار الحكومية لبغداد ما مبيوع القاع تجي هاي المافيا تستزور وتطلع وعينك عينك يقول لك شيء لك قوة حتى لو قاد عمليات ما يطلع يانا حتى لو الدولة ما يطلع يانا نشيلكم قوة جاي شيء العالم هسه هذا زلمة عندنا تخربط راح بالنعاش روح هذا تردون تردون تقرير تردون للتعليمي زلمة هذا تخربط زياد يطبون على العوائل لا رحمة لا ما نتنطيك وانا كويش حتي هاي بدون أرقام تجبي كبات بدون أرقام والشخص معروف هذا نفسه معروف حتى الحكومة تعرفه يؤكد سكان المنطقة أن حياتهم معرضة للخطر فالسلطات الحكومية وأجهزتها الأمنية لم تحرق ساكنا لوقف ما وصفوها بالمهزلة المستمرة بحقهم ورغم سلامة موقف الأهالي القانوني الخاص بملكية منازلهم إلا أن ذلك لم يعني شيئا للمزورين والجهات الساندة لهم يقول أحد المتضررين الاعتداءات جاءت تقريبا أكثر من أربع خمس مرات طلعت علينا قوة يعني لو مصور القوة يعني ما أصور حتى على الناس إرهابية تطلح قوة يعني الهوارات اللي طبن والرتب من عميد إلى رائد المشكلة شنو اليوم احنا شفنا الدولة من تطلع عامل تبله بس الدولة تكون حيادية تسمع من المشتكي وتسمع من الطرف الثاني لا يخلونك تحكيوا إياهم ومس اطلعوا الدفعوا ما دفعوا ما يصير نحو مئتي عائلة فقيرة معظمهم من الكسبة هو عدد سكان منطقة سكة عون جنوبي البصرة الذين لم يسلموا من عمليات التهجير والترهيب التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين العزل في مشهد مشابه لما يواجهه سكان أطراف بغداد والمناطق المنكوبة التي شهدت هي الأخرى ومنذ سنوات عمليات تهجير للسكان وتهديم منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم وإن اختلفت الحجج وظروف الاعتداء عليهم اشتركوا في القناة